قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله الحدث الصحيح عند الجامع وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف الحدث الصحيح عند الإمام الترمزي الزحف اللي هو يعني لو الواحد كان في معركة المسلمين ومترك الجهاد في سبيل الله ودي طبعا كبيرة من الكبائر فاللي يقول هذا الدعاء ربنا سبحانه وتعالى يغفر له زنبه والحدث الصحيح عند الإمام الترمزي